من القدس ينضم إلينا مراسلنا نضال كنعنا نضال نطلع منك أكثر على آخر المواقف للمسؤولين الإسرائيليين خاصة بعد هذه الدعوة من بني جانس للاستعداد وأيضا تفاصيل هذه الخطة التي تعمل عليها إسرائيل في حال فعليا بدأت بالتنقيب في كريش ولم يكن هناك أي اتفاق بين ربنان وإسرائيل نعم كارولين عمليا الآن بدأت التسريبات من اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية هذا الاجتماع الذي كان من المفترض أن يقوم فيه أعضاء الكابينيت الإسرائيلي بالبت في قضية التوقيع على الاتفاق مع لبنان تحول إلى بحث الخيارات بعد التأزم في المفاوضات وتقريبا إلغاء الخيار الدبلوماسي وفقا لما نسمعه من مصادر أمنية إسرائيلية فإن جانس أعطى تعليماته لكل أذرع الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتدهور الأوضاع الأمنية وتصعيد أمني على الحدود مع لبنان سلاح البحرية الإسرائيلي سلاح الجو وأيضا القوات البرية مع العلم أن الجيش الإسرائيلي عزز من قواته في الفترة الأخيرة على الحدود مع لبنان هذا يعني مزيد من التعزيز لهذه القوات ووفقا لتعليمات جانس الجيش يستعد للدفاع وللهجوم أيضا لكن عمليا ما يقوله جانس من وراء هذه التعليمات هو رسالة لكل الأطراف المعنية بأنه إسرائيل مستعدة للخيار الأول الخيار الدبلوماسي الذي تفضله جميع الأطراف لكن أيضا إسرائيل مستعدة للخيار الثاني وهو المواجهة العسكرية رغم أن هذا الخيار لا يفضله أي من الأطراف لكن إسرائيل مجبرة على ذلك كما تقول وهي تستعد لذلك خاصة وأنها على عتبة انتخابات مصيرية